الفاتحة الحمد لله والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهر أن لا إله إلا الله وأشهر أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشر مكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عددنا وسو علم الله اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا ولمانا والمسلمين فرج الكرب عنا وعن المقروبين وشمرضان ومرض المسلمين وارحم موتان وموت المسلمين واختم لنا ورسائر المسلمين بختم الساعة بأجمعين وانصرنا على أعدائنا أعداء الدين وكفنا ما أهمنا من أمره الدنيا والآخرة يا رب العالمين إلى يوم الدين برحمتك أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد مكمة قراءة وشرح حشية الشيخ إبراهيم البيبوري على شرف ابن قاسم الغزي على متن الغية والتقديب القاضي أحمد أبي شباع رحمهم الله الله تعالى ونقم الله بعلومهم وعلوم شيخهم وثلامدتهم وقراء علمهم في الدارين آمين فصل في أحكام الصداق وهو من توابعي كتاب النكاح فصل في أحكام الصداق يقول في الهامش وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصاد وهو اسم لشديد الصلب وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وضع شبه أو موت ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح عبد في نكاح عبد السيد في نكاح عبد السيد أمته ويكفي تسمية أي شيء كان ولكن يسنى عدم النقص عن عشر الدراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم عشر دراهم يعني حوالي متين جنيه مثلا الوقت الدراهم اثنين جرام وتسعة من عشرة فضة تضربها في عشرة يبقى تسعة وعشرين جرام فضة تضربها في ستة يطلع أكلام جرام الفضة بحوالي ستة لا يطلع أول متين جنيه يعني يبقى عشرة دراهم تقريبا متين جنيه مصر ولكن يسنى عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم قالصة وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد وهذا معنى التفويض ويصدر طارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه وكذا لو قال سيد الأمل شخص زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوج بما فرضه أو يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه مهر المثل ويشترك علم القاضي بقدره أما رضى الزوجين بما يفرضه فلا يشترك أو يدخل أي الزوج بها أي الزوج المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء واجب مهر المثل في الأظهر والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة ونخف إنداز الحد نشوف إيه شرح الشيخ البيضوني على ما تد يقول فصل في أحكام الصداق كاستحباب تسميته في النكاح الآتي في قوله ويستحب تسمية المهر في النكاح وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ونحلة وغير ذلك وجعلها بعضهم أحد عشر اسما ونظمها في قول صداق ومهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عكر على إقي وطول نكاح ثم خرص تمامها ففرد وعشر عدة ذاك موافقين يعني دو الحداشر اسم ليه للمهر وزيد على ذلك عطية يبو اتناشر فله اثنى عشر اسما ويقال له صدقة وتجمع على صدقات كما في الآية الآتية وإنما قيل له نحلة وعطية وإنما قيل له نحلة وعطية مع أنه عوض في مقابلة منفعة البضع ظاهر إلا ظاهرا لأنه كما يستمتع بها تستمتع به يعني ليه ما قالوش علي قاله علي عطية وما ليهش عوض زي ثمن المبيع بنول عيلي عوض ليه ما قلناش علي لأنه في منفعة متبدلة هنا لأنه كما يستمتع بها تستمتع به بل استمتاعها به أكثر لأن شهوتها أقوى من شهوتي وقيل أنها تتلذز بالجماع من ثلاثة أوبو ترجاد الذكر في فردها وخروج منيها وسرايان مني الرجل في رحمها وأما الرجل فيتلذز بوجهين فقط ترجاد الذكر في فردها وخروج منيه فوجوبه عليه لا في مقابلة التمتع في الحقيقة بل تكرمة وعطية من الله مبتدة وصادرة من الزوب لتحصل الألفة والمحبة وإنما وجب عليه لا عليها لأنه أقوى منها وأكثر كسبا ومن هذا علم الجمع بين القولين الذين حكاهما المرعش هل هو عوض أو تكرمة وفضيلة فمن قال بالأول نظر إلى الظاهر من كونه في مقابلة منفعة البضع ومن قال بالثاني نظر إلى الحقيقة والباطن من كونها تستمتع به كما يستمتع بها بل أكثر فلا تنافي بين القولين والأصل فيه قبل الإجماع الأصل عن الدليل الدليل على وجوب المهر قبل الإجماع قولوا تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقولوا تعالى وآتوهن أجورهن وقولوا صلى الله سلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان أيطلب شيئا فاجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد والمخاطب بإيثاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين وهو الظاهر وقيل الأولياء ولي الزوجة لأنه هو العادة أن الزوج يدفع المهر لولي الزوجة كان في الجهلية ولي الزوجة يأخذ المهر يحط بجيبه ويدوش للبنت وكأن المخاطب الأولياء أنهم إذا حصلوا المهر يعطوا للنساء وقيل الأولياء لأنهم كانوا في الجهلية يأخذونها ولا يعطون النساء منها شيئا بل بقي منه بقية الآن في بعض البلاد وهو اللي هو الصداق بفتح الصاد أفصح من كسرها وقال الزمخشري الكسر أفصح من الصداق يعني من الفتح عند أصحابنا البصريين ولكن الفتح هو الأشهر في الاستعمال وقوله مشتق من الصدق بفتح الصاد نظرا لأنه أشد الأعواب لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراد الصدق هو الشيء الشديد يعني الصدق كأن الشارع تشدد فيه وتصلب فيه واهتم به لأنه أشد الأعواب لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراد فلو ترادت مع الزوج على تزوجها بلا مهر لم يسقط وقيل مشتق من الصدق بكسر الصاد لإشعاره بصدق رغبة بادله في النكاح ولهذا كان فيه فتح الصاد وكسرها فالفتح على أخذه من الصدق بفتحها والكسر على أخذه من الصدق بكسرها والصدق اسم لشديد الصلب بالإضافة البيانية كما يؤخذ من المختار أي للشديد الصلب كما بأ في بعض النسف والصلب اسم لشديد الصلب والصلب بفتح الصاد الشديد القوي ووجه الأخذ من ذلك أنه أشد الأعواب لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراد كما علم وإن كان كتب في الهامش هنا قوله والصلب لم يوجد في كتب اللغة صلب بفتح الصاد إلا بمعنى الهيئة المعروفة في القتل بالصلب وعليه فيتعين هنا ضم الصاد يقول الصلب يعني وليس الصلب من حيث اللغة يعني ولكن يبدو أن استعمال الفقهاء غير استعمال اللغويين الفقهاء استعملوا بفتح الصاد وإن كان لغة كان يبال أولى بإيه بضمها فيكون استعمال فقهي وليس استعمال لغوي وشرعا هو أعرفه شرعا ما أعرفوش لغة فما اللي يقول لك لغة كذا وشرعا كذا هنا تعرفه شرعا وشك كده الشيخ البجوري قال إيه وأما لغة فحاولي لي بالحاجة اللي ما ألهاش وأما لغة فهو اسم لما وجب بالنكاح فقط فيكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي على عكس القاعدة القاعدة تملي أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي إلا هنا على عكس القاعدة من أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي وهذا على أنه لا فرق بين الصداق والمهر وأما على القول بأن الصداق ما وجب بالنكاح والمهر ما وجب بغيره كوطء الشبهة والإرضاع ورجوع الشهود فالمعنى الشرعي مساون للمعنى اللغوي لأنه افرد أنه هو تزوج امرأة وبعدين وطئها جامعها ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاة ويس يبقى وجب الفسخ ولوطئها وجب في حقها مهر المثل واضح؟ فالمعنى الشرعي مساون للمعنى اللغوي هو على خلاف القاعدة المتقدمة أيضا لأن القاعدة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما علمت وهذا مساون له يعني بيقولك أنه معنى اللغوي إما مساوي المعنى الشرعي وده برضو على خلاف القاعدة أو أنه معنى اللغوي أضيق من معنى الشرعي لأن معنى الشرعي هو مال واجب بمكاح أو وطء شبهة أو موت أو رجوع شهود أو 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 فتلاقي معنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي قولوا لمال واجب على الرجل أي لمال واجب للمرأة على الرجل فقالوا ليه أوجبه على الرجل لأن الرجل هو إيه غالبا أقوى على الكسب من المرأة فهو اللي يدفع له والنفق عليه أصلا بمقصد عقد النكاة فهو العقل والمنطق يقول إن الرجل هو اللي يدفع لأنه أقوى للرجل وأكثر كسبا كما مر والتعبير بالمال جار على الغالب من الشرط بأمال على ذكر يعني حتى ولو منفع ومن غير الغالب قد يكون منفع كما سيأتي في قول ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة وفي بعض النسخ لما وجب على الرجل وهو أعم من المال أما يقول إيه اسم لما وجب ما قالش لمال واجب قال لما عشان يدخل فيه المنفعة والمال وكل أما يقول لما وجب على الرجل أحلم إنه يقول لمال وجب على الرجل لأن لا يشترك أن يكون مال واضح وفي بعض النسخ لما وجب على الرجل وهو أعم من المال والمنفعة لكنها مصلحة ووجوبه للمرأة على الرجل هو الأصل الغالب وقد يجب للرجل على المرأة آه يعني ممكن الرجل هو اللي يجب في حق المرأة أنها تدي له المعرف سور ندرة إمتى المرأة تدي للرجل المعرف سور ندرة يدي لك منها سور كويس وقد يجب للرجل على المرأة يعني يسور واجبا على المرأة أن تعطيه للرجل المعرف كما في مسألة الإرضاع كأن تردع إحدى زوجتيه وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى يعني واحد متجوز اتنين واحدة كبيرة وواحدة طفلة رضيعة ما أجبتش السنتين لاتنين زوجات فقامت زوجته الكبيرة عايزة تدي له مقلة راح اتمردعها زوجته الرضيعة فصارت أم زوجته من الرضاعة فهي نفسها حرمت عليه وحرمت الطفلة دي عليه واضح؟ لأن صارت بنت المدخول به فقام فردعت البنت الصغيرة حرم الاتنين عليه هي والرضيعة يبقى عليها في الحالة دي تدفع له مهر المثل للرضيعة لأن هي اللي ضيعت عليه الجوازة للزواجة تهم؟ وقد يجب للرجل على المرأة كما في مسألة الإرضاع كأن ترضى إحدى زوجتيه وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى فيجب على المردعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج فقال ليه مثل مهر نصف الصغرى عشان ما دخلش به هي زوجته لكن لم يدخل بها لصغر سنها واخد بالك فيجب على المردعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وإنما وجب على المردعة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كله مع أنها فوتت عليه البضع في اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه ولا يجب عليها مهر نفسها لتفوتها بضعها على الزوج أيضا فإن الإرضاح حرم كل كلا من الزوجتين عليه خلافا للقليوب القائل بوجوب مهر نفسها أيضا لألا يخلو نكاحها عن المهر فيشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يجب للرجل على الرجل سورة ثانية إمتى يجب مهر للرجل على الرجل كما في مسألة رجوع الشهود كان يشهد شاهدان أن بين الزوجين رضاعا محرما فيفرق بينهم القاضي ثم يرجع في الشهادة فيغرامون المهر كله ولو قبل الدخول على المعتمد لتفوتهم البضع على الزوج فإن رجوعهما لا يقبل لا يقبل بالنسبة له وقيمة البضع الذي فوتوه المهر كله ومحل غرم الشهود إذا لم يصدقهم الزوج وإلا فلا غرم عليهم يعني لو صدقهم ما فيه غرم قوله بنكاح أي بسبب نكاح أي عقد وذلك في غير التفويض فإنه يجب بالعقد في غير التفويض المسمى إن كان صحيحا أيضا لا يعوضوا الزوج لأن الزوج حيتفعل الزوج هم يعوضوا ومهر المثلي فإنه يجب بالعقد في غير التفويض المسمى إن كان صحيحا ومهر المثلي إن كان فاسدا وكذلك عند عدم التسمية في غير المفوضة فإنه يجب بالعقد مهر المثل وقوله إنت يجب بردو في حقه وطء شبهة لو وطأ امرأة شبهة ظنها زوجته فلن يتطع فاتطرح أنها ليست زوجته يبقى يجب في حق أنه يديها مهر المثل لأنها وطئة ولو حملت ينسب له وينفق عليها طول فترة حملاتها وينفق على المولود منها لأنه ابنه بالرغم هذا كل هذا وطء شبهة واخذ بالك وقوله أو وطء شبهة فإذا وطئها بشبهة وجب عليه لها مهر المثل ومنه الوطء في النكاح الفاسد نكحا نكاحا فاسدا يعني بغير ولي مثلا لأنه نكاح فاسد ودخل بها مثلا لذا في الحالة دي يجب في حقه المهر بالرغم أنه دا نكاح فاسد ولو قال أو وطء وسكت لكان أخسر وأعم لأنه يشمل الوطء في المفوضة أيضا فإنه يجب به فيها مهر المثل يعني لو فوضت أمرها لوليها وتنازلت عن المهر فوافئها بعقد نكاح وجب في حقيه مهر المثل بالرغم أنها مفوضة واخذ بالك وقوله أو موت أي للزوجين أو لأحدهما في التفويض يعني عقر على امرأة ومات قبل أن يدخل بها واجب في حقها المهر كله خيس إبه يجب العائل مهر برضو بالموت بعد العقل ولو لم يطأ أو موت أي للزوجين أو لأحدهما في التفويض فإن الموت كالوطئ في تقرير المسمى يعني حكمه في تقرير المسمى كالوطئ سواء بسواء في غير التفويض فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض التفويض يعمل إيه لو عقد عليها ومات دون أن يسمي مهرا وهي كانت متنازلة مفوضة يجب في حقيها مهر المثل مش المسمى في التفويض ولا يجب في التفويض بالعقد شيء يعني لو عقد على امرأة ولم يدخل بها وفوضت الأمر وتنزلها في المهر لا يجب في حقي شيء لو وطئها واجب مهر المثل ولو مات عنها واجب مهر المثل واضح دي مسألة التفويض لو طلقها بغير وط يبقى لا شيء على الحمد دي مسألة دي مسألة دي مسألة دي مسألة في المفوضة والوط أنه يدخل بها أو الموت أنه يموت عنها وأما في غير التفويض فيجب المهر بالعقد ويتقرر جميعه بالوط أو الموت أو يقول كمان أو الطلاق لأنه لو ما دفعش حاجة وقتل واجب في حق أنه يسد كل المهر الطلاق قبل الدخول يبقى لها نصف المسألة كم يتم تسمية وهي غير مفوضة وهي غير مفوضة تأخذ نصف مهر المسألة نصف مهر المسألة هوا ما يجراش حاجة المتعة بيحسبوها بالطريقة بمهر المسألة بنصف مهر المسألة دي طريقة الحزاب وأما في غير التفويض فيجب المهر بالعقد ويتكرر جميعه بالوقت بالوط أو الموت وبذلك أن دفع اعتراض الرحمن لأن ذكر الموت بأن ذكر الموت يقتر أنه موجب للمهر وليس كذلك بل هو مقرر لجميعه وتقريره غير إيجابه ووجه اندفاعه أن اعتراضه مبني على أن ذلك في غير التفويض وليس كذلك بل هو في التفويض كما علم هذا ولو زاد الشارح أو تفويت بضع قهرا كمسألة الإرضاع تفويت بضع قهرا كمسألة إرضاع الزوجة الكبيرة للصغير ورجوع الشهود المتقدمين لو في لوفى بالمراد وعبارة غير ما وجب بنكاح أو وط أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود عشان يشمل لأن وعلي كلها قول ويستحب تسمية المهر في عقل النكاح أي ويسن للعاقد ذكر المهر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولأنه أدفع للخصوم بين الزوجين ولأن لا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وآله وسلم الذي سموها المفوضة الواهبة سموها المفوضة وقد تجب التسمية في صور احنا قلنا يستحب التسمية في العقل دي قاعدة الأساسية طب متى يجب للإستثناء بقى يقول لك يعني هل في هناك صور يجب فيها التسمية القاعدة العامة صعيش يسن التسمية ولا يجب طيب ومتى يجب تملي أسئلة الشفوتي وقد تجب التسمية في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف لصغر أو جنون أو سفة أو مملوكة لغير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه وقد حصل الاتفاق مع الزوجة على أكثر من مهر المثل فلو سكت عن التسمية لو أجب مهر المثل فتفوت الزيادة مع أنها مصلحة للزوجة المذكورة أو لسيدها يبقى يبقى لو كانت الزوجة سفيها أو مجنونة أو كده وسكت عن التسمية يجب مهر المثل فلو كان المسمى أكثر من مهر المثل يبقى فوت عليها المصلحة في الحالة يجب التسمية حتى لا يفوت عليها المصلحة واضح؟ في أول سورة الثانية إذا كانت الزوجة جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها من غير تفويد وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل فلو سكت لو وجب مهر المثل فتفوت المصلحة مع أن تصرف الولي يكون بالمصلحة يعني أذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوضه بالتنازل عن المهر وكان المسمى أكثر من مهر المثل فلو لم يسميه ضاع علي الفرق في الحالة دي وجب التسمية الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاشتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر المثل فتجد تسمية ما وقع الاتفاق عليه فلو سكت عن التسمية لو وجب مهر المثل فتحصل زيادة على الزوج فالمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج وفيما قبلها على الزوجة أو سيدها وقد تحرم التسمية متى تحرم التسمية بقولنا تسن دي القاعدة العادية لها سور تجب ولها سور تحرم السور متى يحرم التسمية وقد تحرم التسمية كما لو تزوج المحبور عليه بمن لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها وإنما لم يكن استدق إلا دي سورة رحلة متى تحرم لو تزوجت رجل محبور عليه بذين كويس كما لو تزوج المحبور عليه بمن لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها يعني معناه حيدفع وهو محبور عليه أكثر من مهر المثل لذي الزوجة وهو أصلا محبور عليه لأنه في دائنين يحتاجوا ماله ففي الحالة دي يحرم أنه هو يسميه بأذي السورة لأنه قد يضيع حق الدائنين واضح لأنه محبور عليه في تصرفه في ماله فلا يزيد على مهر المثل فأي لا إنه يمحددين مهر كم كذا مهدم وكذا وآخر أرقاب حفظينها لا لا اللي هو التحديد يعني وإنما لم يكن الصداق ركنا في النكاح أظن الملكية عندهم الصداق ركن في النكاح من أركان النكاح لكن الشفيع إنه لا ليس ركن من أركان النكاح لكن هو من لوازم العقد وليس من أركان العقد بيس وإنما لم يكن الصداق ركنا في النكاح كالثمن في المبيع إحنا لدينا الثمن في المبيع ركن ما إحنا عارفين عقد عقد البيع ده يتكون من أركانه إيه بائع ومشتاج اللي هم العقدين والثمن والمثمن والصيغة أربع حاجات الثمن والمثمن اللي هو البضاعة المبيع يعني والصيغة والصيغة مش كده برضو طب ليه إحنا هنا في عقد الزواج ما جعلناش المهر ركن كما أن الثمن في عقد البيع ركن من أركان العقد وإنما لم يكن الصداق ركنا في النكاح كالثمن في البيع فتكون تسمية واجبة لأن الغرض من النكاح لاستمتاع وتوابعه وهو قائم بالزوجين فهما الركنان دون الصداق والغرض من البيع المعاوضة فكان العوض ركنا فيه يعني الغرض من البيع المعاوضة والغرض من الزواج لاستمتاع فهمت إزاي فكان العوض ركنا فيه ويسنى أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق اللي هو مؤدم الصداق خروجا من خلاف من أوجبه قال بعضهم وحكمة ذلك أن الله لما خلق حواء اشتاق لها آسا ومد يده إليها فقال الله له ما هي آدم حتى تؤدي مهرها قال وما مهرها قال مهرها أن تصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألفا في نفس في نفس واحد فصلى خمسمائة مرة وتنفس فقال يا آدم الذي صليته هو مقدم الصداق والذي بقي عليك هو مؤخره الواية الضعيفة لكن الفقاء يحبوا يجبوه فس ديك الله هو الواية الضعيفة لكن يستألس بها الفقاءة يعني ويحبها العوام أوي يجبت حكاة لهم من دسته أوي لكنها غير موثوق فيها وفي رواية أن الله تعالى لما خلق حواء قال له آدم يا رب زوجني من حواء فقال له يا آدم حتى تعطيني مهرها قال وما مهرها يا رب قال مهرها أن تصلي على محمد حبيب مئة مرة في نفس فصلى آدم سبعين مرة ثم انقطع نفسه فقال له الرب لا بأس عليك الذي صليته أو مقدم المهر والذي بقي عليك مؤخره فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤخرينه النصف عن رواية الأولى وبعضهم يقدم نحو الثلثين ويؤخر نحو الثلث في رواية السبعين مرة من المية وهو الأغلب المتعارف بيننا الآن في هذه الأزمان أيام الشيخ البيجوري الوقت ما بيتفعوش وبيأكل حوو الزوجات أيام الشيخ يسر أيام الشيخ البيجوري كانوا بيدفعوا الثلثين من وقت فققوا ايه نصبين إلا ما رحمة رب لابد أن تستثني إلا ما رحمة ربي لأن التعاميم علامة الجاه قولوا في عقد النكاح في زيادة زيادة الشارح لذ عقد أصل في عقد النكاح النكاح عقد وبعدين آيه النكاح أصلا هو عقد كأنه بيقول في عقد العقد يعني زيادة يعني لفظ عقد ركاكة لأن النكاح بمعنى العقد كما هو حقيقته فكأنه قال في عقد العقد فيحوج إلى أن تجعل الإضافة بيانية وعبارة الشيخ الخطيف سالمة من ذلك حيث قال في صلب النكاح أي العقد فهي أولى من عبارة الشارح قولوا ولو في نكاح عبد عبد السيد أمته غاية للرد على من قال إنه لا يستحب التسمي يعني واحد سيد عنده عبد وعنده آمة لاثنين هو حيملكه يعني وهو اللي حيدفع المهر وهو لو دفع المهر للآمة حيخض برضو لأن الأمة دي ملكه وبالرغم من كده برضو يسميه ولو كان في هذه الصور خدت بالك غاية غاية للرد على من قال إنه لا يستحب التسمية في هذه الصورة وهو المعتمد المعتمد على فكرة لا يستحب التسمية في الصورة لكن فيه مقابل للمعتمد إنه يستحب التسمية ولو في الصورة دي إن لم يكن أحدهما مكاتبا بشرط أن لا يكون أحد العبد أو الأمة ما يكونش واحد فيهم مكاتب وعبارة المنهج نعم لو زوج عبده أمته ولا كتاب لم يسن ذكره إذ لا فئد فيه فإنه لا يثبت للسيد على عبده شيء فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا إذ المكاتب كالأجنبي وإن جرى العلامة الخطيب على ما قاله الشارح تبعا لما في الروضة كأصلها وعليه فيكره ترك التسمية لكن المعتمد ما تقدم في إن صورة العبد والأمة من السيد لا تستحب ذكر التسمية قوله ويكفي تسمية أي شيء كان ويكفي تسمية أي شيء كان أي عينا كان أو دينا أو منفع لكن لابد أن يصحج عليه ثمنا كما سيأتي في كلام الشارح فلو عقد بما لا يتمول كنوات وحصات وترك شفعة وحد قذ فسد عقد الصداق لأنها لا تتمول لا تستطيع أن تحولها إلى مال له قيمة نواء حد بيع نواء تبعد كده بشوال نواء بلح والبيع دور على حد الشيء ماليش قيمة وكده حصا تبعد بكم حصا كده تبيع وترك شفعة يعني تتفق مع إيه معها إن مهرك إن أنا أترك الشفعة مع جاري القديم طيب إيه ده خلا إيه والشفعة دي مالي وتقوم قومش وحد قذ فسد عقد الصداق ورجع إلى مهر المسل يتنازل لا عن حد القذ مثلا قولوا ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم أي خروجا من خلال أبي حنيفة فإنه لا يجوز أقل منها لأنها نصاب السارقة عندهم والمراد عشرة دراهم خالصة ويمكن إرجاع خالصة في كلام الشرح إليها أيضا يبقى حد النصاب السارقة عند أبي حنيفة عشرة دراهم وكذلك هو أدنى مهر عند الإمام أبي حنيفة لكن النصاب السارقة عندنا إيه ربع دينار الدنار حوالي ألف وخمسمائة جنيه يبقى ربعه كم ربعه حوالي ثلاثمائة وتمانين مثلا ثلاثمائة وسبعين جنيه لكن العشرة دراهم حوالي متين جنيه يعني نصاب السارقة عند الأحناف أقل من نصاب السارقة عند الشفعي يعني الأحناف يقطعوا أدين ناس أكتر عددا من الشفعي شفعي ما اطعوش أدين اللي يسرع حدود ربع دينار فايس ويمكن إرجاع خالصة في كلام الشارح إليها أيضا وقوله عدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة لأنها أصدقت نسائه صلى الله عليه وسلم وبناته إحنا قلنا العشرة في حوالي متين يبقى نضرب المتين في خمسين عشان نجيب الخمسمائة درهم مش كده بردو يطلع كام يطلع عشرة آلاف أقصى حاجة أظن بقى لو أقصى حاجة عشرة آلاف دي كان كل الشباب يتجوز يطلع عشرة آلاف يطلع عشرة آلاف سهل خالصة يطلع عشرة آلاف لأن الغلاء الحياة يجعل عشرة آلاف دي لا تعمل شيئا عشرة آلاف دي ستعمل لي يجيب بها ورقة كلينيكس ستعمل بها مسكين كانت زمانة خمسمائة درهم حاجة جميلة ستعمل خمسمائة درهم كانت تتجيب قد تجيب بها تجيب بها خمس جمال الجمال كانت بمئة درهم خمس جمال الجمال وقته ثمن وخمستاشر آلاف جنيه يعني خمسمائة درهم بخمسة وسببين آلاف جنيه لما تحولها لجمال قيمتها بالجمال يعني عرفت بقى ليه لما الناس بيعياتوا يقولي يا جملي بهمت بقى السبب علشان مال وضاع وقول عدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة لأنها أصدقت نسائه صلى الله عليه وسلم وبناته ويأخذ من هذا أنه يستحب أن يكون من الفضة للاتباع وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبتي لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بها وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار أم حبيبة دي زوجاله سيدنا النجاشي للحبشة وهو اللي دفع مهر النبي إكراما للنبي فطبعا مالك بقى يدفع مهر ده ربعمائة دينار فاني مش هيدي القاعدة وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد وإنما كان من النجاش إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تحت عبد الله بن جحش وهجرت معه إلى الحبشة فتنصر وبقيت على الإسلام في أرض غربتها رضي الله عنها فبعت النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري في تزويجها من النجاشي وكل النجاشي أن يكون وكيل النبي في تزويجه إياه فأصدقها النجاشي أربعمائة دينار وجهزها من عنده وأرسلها مع شرحبيل للنبي صلى الله عليه وسلم سنة سبعة من الهجرة قول وأشعر وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر أي فيكون قوله بعد ذلك فإن لم يسمي مهر صح العقد تصريحا بما علم لكن تقدم أنه قد يجب التسمية في صور وتحرم في بعض الصور الصور اللي احنا قلنا ألس وقول وهو كذلك أي والحكم من الخارج مثل ما أشعر بي كلامه من الجواز لكن مع الكراه كما سرح به المهردي والمتولي وغيرهم يعني لو لم يسمي يبقى مكروه يبقى احنا قلنا يسن التسمية طيب معا ما سميش يبقى فعل مكروها ولم يفعل حرام قوله فإن لم يسمي بالبناء للمفعول ومهر بالرفع وفي بعض نسخ عدم ذكر مهر فلذلك كتب المحش فإن لم يسمي أي الصداق وبناه الشيخ الخطيب للفاعل وقدر له مفعولا حيث قال فإن لم يسمي صداقا لم يسمي هو يعني صداقا وعليه فالفاعل ضمير يعود على العاقب المعلوم من المقام وقول في عقد النكاح أي في عقد هو النكاح فالإضافة بيانية ولو قال في صلب النكاح زي ما قال الخطيب الشربين لكان أولا كما علم مما مر وقول صح العقد أي صح عقد النكاح بالإجماع لكن مع الكراهة كما علمت قول وهذا أي عدم تسمية الصداق في العقد معنى التفويض إنما قصره على ذلك مع أن عدم تسمية الصداق تارة يكون مع عدم التفويض فإذا لم تكن مفوضة ولم يسمي الصداق في العقد وجب مهر المثل بنفس العقد وتارة يكون مع التفويض وحينئذ يجب المهر بواحد من ثلاثة أشياء أخذا من كلام المصنف فيما بعد حيث قال ووجب المهر بثلاثة أشياء فإن ذلك خاص بالتفويض لما علمت من أنه في غير التفويض يجب مهر المثل بنفس العقد فلذلك قصر الشارح كلام المصنف على التفويض من أول الأمر والتفويض لغة جعل الأمر موكولا إلى الغير ومنه فوضت أمري إلى الله ويفسر بالإهمال أحيانا تفويض يفسر بمعنى الإهمال ومنه قول سيدنا علي كرم الله وجل لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا زي ما إحنا الوقت لا تصلح الناس لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم يعني لا أشراف لهم لا أسياد لهم لا حكام لهم ولا سرات ولا يوجد حكام ولا أسياد ولا أشراف إذا جهالهم سادوا إجاه لهم اللي سادوا زي ما أحمل وقت الحمد لله والتفويض نوعان تفويض بضع وتفويض مهر فالثاني كقولها لوليها زوجني بما شئت أو شاء فلان لأنها فوضت إليه جنس المهر وقدره وقدره فوضت إليه جنس المهر وقدره فوضت إليه جنس المهر يعني إيه والله يديها جنيه مصر يديها دولار يديها أمح يمها اللبية يجب لها علب جلاتي أي حاجة هي انفوضها له في النوع وفي القدر كم وقدره يعني قمره وكلامهم في النوع الأول وهو تفويض البضع لأن وليها فوضى أمر البضع 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 لأن وليها فوضى أمر البضع إلى الزوج ليتولى بعد ذلك فرض المهر في مقابلته أو يفرضه القاضي نيابة عنه أو يتلفه بالوضع ويقوم مقامه الموت كما سيأتي ويصدر طارة من الزوجة اللي هو التفويض ده يصدر طارة من الزوجة البالغ الرشيد قولوا وكذا لو قال سيد الأمل شخص إلى آخره لبه يصدر طارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لولي يزوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي فيزوج الولي وينفي المهر أو يسكت عنه وكذا لو قال سيد الأمل شخص زوجتك أمتي وكذا لو قال سيد الأمل شخص إلى آخره فكأنه قال وطارة يصدر من السيد ولو عبر بذلك لكان أظهر وأولى قوله البالغة ويصدر طارة من الزوجة البالغة خرجت الصغيرة فلا يصح التفويد منه لأنه ما تعرفش مصلحته وقوله الرشيدة يبقى خرج المجنونة والسفيها أي ولو حكم فيشمل السفيها المهملة نقول لنا أيام الحجر إن فيه سفيه مهمل وسفيه غير مهمل السفيه المهمل اللي هو معلوش حكم قضائي سفيه بس ما فيش حكم قضائي عليه للحجر سموه السفيه المهمل بخلاف ما لو قالت زوجني وسكتت عن المهر بالكلية فلا يكون تفويضا بل إذنا مطلقا في التزويق لأن النكاح يعقد غالبا بالمهر فيحمل المطلق عليه فكأنها قالت زوجني بمهر وقول فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه من تمام التفويض فلا يوجد التفويض بمجرد قولها المذكور بل لا يقال تفويض إلا إذا زوجها الولي ونفى المهر أو سكت أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد لأن التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة السكوت فتكون من سور التفويض وحمل اقتضاء التسمية الفاسدة وجوب مهر المثل بالعقد في غير التفويض وأما لو زوج بمهر المثل من نقد البلد إن عقد به ولا تفويض قوله وكذا لو قال سيد الأمل شخص أي فإنه تفويض لكن لا شيء للسيد بعد ذلك على الزوج ولو دخل بها لأن الشخص له لأن الحق له وقد أسقطوا يعني سيد الأمل قال للراجل زوجتك أمتي بغير مهر سوائز فقال لك برضو يبقى يسقط لأنه هو أصل مهر ونفى المهر أو سكت بخلاف ما إذا زوج بدون مهر المثل أو بغيره بغير نقد البلد فلا يكون تفويضه فلا يكون تفويضا منه بل يجب دون مهر المثل وغير نقد البلد إذا عقد السيد بهما ويكون كل منهما مسمى صحيحا لأن المهر حق السيد وقد رضي بذلك بخلاف ما تقدم في الولي قوله وإذا صح التفويض نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل يوم الإثنين القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وجزاكم الله خير